المناطق الاثرية والسياحية في محافظة المثنى وبالأخص مدينة الوركاء الاثرية وبحيرة ساوى تشكل مناطق جذب لسياحة الداخلية والخارجية خصوصا بعد انضمام الوركاء إلى لائحة التراث العالمي وبحيرة ساوى إلى اتفاقية رامسار لأنهما ما زالتا تعانيان من الإهمال وانعدام الخدمات الخاصة بالمرافق السياحية والاثرية مع شديد الأساس نلاحظ هناك موت بطيء لهذه البحيرة وتراجع بمستوى الخدمات المقدمة إلى حد انه انعدمت بالشكل الصحيح ورغم انعدام الخدمات يحرس بعض الناشطين على زيارات المناطق الاثرية والسياحية أعضاء نادي دوج كارفان والذين جمعهم حبهم لهذه السيارة على تشكيل هذا التجمع من مختلف محافظات العراق كانوا حريصين على إقامة تجمعات دورية في عدد من تلك المواقع وكانت آثار الوركاء وبحيرة ساوى محطة جديدة لتجمعهم أجينا للتطلع على المحافظة المثنى للتطلع على تراثها العالمي وتاريخها أجينا البارحة جلنا بآثار الوركاء واليوم أجينا البحيرة الساوى بس نناشد الحكومة المركزية وحكومة محافظة المثنى بالاهتمام بهذا الصرح التاريخي الحضاري من خلال هذه السيارة انجمعنا كنا صرنا بقروب ونطلع السفرات ونحي أثار العراق ولا تخل هذه التجمعات لأعضاء النادي من رسائل مهمة يحرسون على إيصالها الوحدة ونبذ التفريقة والطائفية والمناطقية والتواصل بين أبناء الوطن الواحد ورسائل أخرى كالدعوة والتشجيع على الاهتمام بالأماكن التراثية والمسطحات المائية في كل محافظات العراق نحن نريد نثبت بين هذا الشيء وريد نعتبره التراث عالمي ومساعدة كل طوائف الشعب العراقي وكل محافظاته بكل أطيافه بكل قومياته فنريد نبين بأنه العراق إيد وحده يعني هي ها رسالتنا هذا النادي شكل بال2015 صار لما يقارب حوالي ثلاث سنوات بذننا كل جهدنا عليه يعني التجمعات صارت كل شهرين تجمع من المثنى أحمد السعيدي الحرة